اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي يعمل بنظام 12 ساعة ويخدم 7 مجمعات سكنية وحوالي 39 ألف نسمة ومركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الصحي الذي يعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الرعاية العاجلة غير المخطط لها ويخدم 48 مجمعا سكنيا وحوالي 66 ألف نسمة بهدف تحسين الحالة الصحية لسكان العالم أطلقت منظمة الصحة العالمية عام 1986 برنامج المدن الصحية هذا البرنامج يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف الحادي عشر المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وتحقيقا لرسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة شرعت مملكة البحرين بإدراج مدنها ضمن المدن الصحية ففي محافظة العاصمة عام 2018 تم اعتماد أم الحصم مدينة صحية لتلحق بها المنامة عام 2021 كأول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط أما في محافظة المحرق فتم اعتماد البسيتين والساية مدن صحية عام 2022 كما تم في نفس العام إدراج مدينة عالي في المحافظة الشمالية ضمن قائمة المدن الصحية ليرتفع بذلك سقف الطموحات الوطنية فالعمل جار من أجل اعتماد المحافظة الشمالية محافظة صحية ويأتي هذا الاعتماد الصحي بعد استفاء مدن المملكة للمعايير الصحية العالمية كافة وتجشينها للعديد من البرامج والخدمات التي تصب في صالح المراجعين إلى جانب ممواكبة التقنيات الحديثة في العلاج والتشخيص انضمام مدن ومحافظات المملكة لشبكة المدن الصحية العالمية يأتي إبانا من حكومة مملكة البحرين بأهمية تحسين جودة الحياة والمشاركة الفاعلة للجميع من أجل تحقيق التقطية الصحية الشاملة ترجمة نانسي قنقر